موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي قناة القلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي من جديد مع برنامج قضايا في الفكر الإسلامي المعاصر والقضية المطروحة في هذه حلقة من أمهاتي القضايا التي عرفها التاريخ الإسلامي منذ فترة الخلفاء الراشدين هذه القضية طفت من جديد على السطح وأخذت في الظهور شيئا فشيئا ونعني بها قضية التكفير أريد أن أقدم لهذه القضية بما ذكره فضيلة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله إذ قال فيما عدام هو معلوم من الدين بالضرورة من الاعتقادات للمسلمي أن يكون سلفيا أو أشعريا أو ما تريديا وأن يكون معتزليا أو خارجيا أو إماميا أو زيديا لا نكفر أحدا من أهل القبلة من هنا نتسأل ما معنى التكفير ما هي الأسباب الباعثة على الحكم بالتكفير ثم أي تداعيات تترتب عن هذا الحكم على صعيد المجتمع وعلى صعيد علاقات الأطياف والفئات الفكرية والإديولوجية والسياسية ثم ما رأي المهتمين والباحثين في هذه المسألة هذه الأسئلة وغيرها نتعرف إلى الإجابة عنها مع ضيفينا الذين نرحب بهما الأستاذ الدكتور إسليمان الشواشي مرحبا بك وهو أستاذ العقيدة وتاريخ الأديان بجامعة الزيتونة سابقا والدكتور سيف الدين الماجدي أستاذ العقيدة وعلم الكلام بالمعهد العالي لأصل الدين بجامعة الزيتونة ورئيس هذا القسم أيضا مرحبا بك الله أهد لك مرحبا بك يا عائش إذن النقطة الأولى التي نود أن ندخل من خلالها إلى مسألة التكفير هي معنى التكفير وظروف التشكل مثل هذا الحكم بالرجوع إلى تاريخ الإسلام والكلمة لك أستاذ الكريم شكرا بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم وبيئاتي قواس تعين وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أيها المشاهدون الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فأنه يسعدني أن أسهم في هذه الحصة المباركة في مسألة هامة جدا وخطيرة في الآن نفسه وهي قضية أو ظاهرة التكفير في الواقع أن ظاهرة التكفير ليست حديثة وإنما هي قديمة ظهرت بعد حديثة التحكيم أي أثناء حرب صفين بين علي ومعاوية حيث عندما قبل علي رضي الله عنه التحكيم خرجت فرقة من جيشه وسمت نفسها بالخوارج وكفرت علي بن أبي طالب ومعاوية والحكمين وأصحاب الجمل وأيضا كفرت كل مرتكب للكبيرة ومن ثم تطورت هذه الفرقة وانقسمت على نفسها وظهرت فرقة الأزارقة وهي من أخطر الفرق وأكثرها بأسا حيث تدرجت أو تطورت في تفكيرها من الكفر إلى الشرك حيث اعتبرت أن علي بن أبي طالب ومعاوية والحكمين وغيرهم هم ليسوا كفارة فقط وانما هم مشركون وبذلك أباحت قتل نسائهم وأطفالهم وبالطبع كفرت أيضا مرتكب الكبيرة وهنا نتسأل ما هي الأسباب التي أدت إلى تكثير الخوارج لعلي بن أبي طالب ومعاوية والحكمين وغيرهم سيسليمان هنا الباعث على هذا الحكم هل هو سياسي أم عقديه؟ في الواقع أن السبب الرئيسي هو سياسي لأن القضية المتنازع عليه هي قضية سياسية وهي قضية الخلافة وأن العرب كما تعلمون هم قد جمعهم الإسلام ولكن ما زالوا يحنون إلى العصابية القبلية فما زالت العصابية القبلية مستحكمة في عقولهم ونفوسهم ولذلك نجد أن هؤلاء الخارجين عن علي بن أبي طالب هم في الواقع يرفضون عصابية قريش ويدعون أن هناك عصبيات أخرى أولى بالحكم من قريش والدليل على ذلك أن عبد الوهاب الراسبي عندما خرج على علي بن أبي طالب نصب نفسه أميرا وهو من قبائل الأزد وكذلك الذين خرجوا من قبيلة بني حنيفة وبني أسد فمن ثم نجد أن الصبغة العصابية القبلية مسيطرة على هذا الصراع وهنا أذكر بما قاله مالك بن نبي حيث يقول في حديثي عن حرب صفين يقول في الواقع أن حرب صفين وتداعيتها هي في الواقع صراع بين الروح الجاهلية والروح القرآنية عندما نقول الروح الجاهلية يعني روح العصبية القبلية والروح القرآنية هي روح التوحيد وروح الانتماء إلى كلمة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولهذا فالسبب في أصله سياسي وخاصة في نشأة فرقة الخوارج وفرقة الشيعة فالخوارج خرجوا عن علي والشيعة هم الذين أيدوا علي فالقضية في أصلها قضية سياسية وهو الخلاف حول الخلافة هنا لو أردنا أن ندقق مسألة العلاقة بين هذا الجانب الذي تفضلت بطرحه وبين النص حتى يكون هناك الحكم كيف وقع الاشتغال على هذه العلاقة؟ الاشتغال هو في الواقع يرجع أساسا إلى ساذاجة التفكير والفهم الظاهري للنص فهؤلاء الخوارج الذين أول من طرح قضية التكفير هم في الواقع بدوا ليس لهم من العلم شيئا ولذلك فسروا النص القرآني تفسيرا ظاهريا والدليل على ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما حاججهم في كثير من المناسبات أفحمهم وأيضا عندما أرسل إليهم عبد الله بن عباس قال له لا تحاججهم بالقرآن فأنه حمال ذو وجوه وأنما حاججهم بالسنة إذن فالقضية قضية فهم وإدراك لمعاني النص القرآني وأبعاده وكلما كان الفهم ظاهريا وحرفيا للنص كلما وقعنا في الخطأ ووقع التكفير وما إلى ذلك من الأشياء وهذا ما سنلحظه عند الإمام الغزالي رضي الله عنه حيث عندما الغزالي معروف أنه فيلسوف وأنه فقيه وأصولي وحجة الإسلام وحجة الإسلام ومتكلم ولذلك بحث هذه القضية بحثا مفصل نعم سنأتي إلى هذه القضية خاصة أن الغزالي قد وضع جملة من المقاييس في مجالية طرحه لمثل هذه القضية لكن قبل أن نتابع الحوار سوف نستمع إلى هذه الشهادة لأحد الجميعيين من جامعة الزيتونة حول مسألة التكفير ثم نواصل هذه الظاهرة تكاثرت خاصة في هذه الفترة الأخيرة وإن كانت هي ظاهرة تاريخيا يعني ظاهرة موجودة في ثقافتنا العربية الإسلامية يعني لو نظرنا إلى تاريخنا الإسلامي وتاريخ الفرق الإسلامية وتاريخ المذاهب والفرق الإسلامية سنجد أن هذه الظاهرة وجدت منذ فترة كبيرة فترة طويلة في تاريخنا الإسلامي وهذه الظاهرة أساسا تعود حسب وجهة نظري إلى عدم تعمق هؤلاء الذين يكفرون في المسائل الدينية وعدم معرفتهم معرفة علمية لأحكام الإسلام أولا وأنهم لا يتمتعون بثقافة معمقة تتصل بهذا المجال لأن الإسلام يعني لا يكفر هكذا يعني لا يكفر اعتباطا وإنما هناك أحكام هناك نصوص شرعية هناك يعني بالنسبة لهذه المسألة هناك جهات مختصة لإبداء هذا الموقف هذه الأحكام ويعني هناك شروط لا بد من توفرها لتصريح بهذه الأحكام وإخراج الآخر وتكفيره نحن نعيش في تونس خاصة بعد الثورة وقبل الثورة أساسا في أمية دينية أيوين دوركم أنتم كعلماء في المجال الشرعي أين دوركم لا نرى اليوم أي حضور وإن كان في الحكم مغلات للجامعة الزيتونية والله يشوف هي المجامعة الزيتونية هي مؤسسة أكاديمية أساسا مؤسسة أكاديمية مؤسسة علمية يعني صحيح أن حضورها على الساحة الثقافية يعني غير موجود ويعني لا نجده كثيرا على الساحة الأعلامية أو على الساحة الثقافية وهذا يعود أساسا إلى ما عاشته الجامعة ما عاشته الزيتونة من فرض من الحصار الذي عاشته خلال الفترة السابقة يعني في نظري إعادة الاعتبار لدور الزيتونة من هذه الجهة يجب أن تعاد صيغة المنظومة يعني التعليمية داخل الزيتونة وأن يعاد النظر في يعني دور هذه المؤسسة في المجتمع سيسيف الدين استمعت إلى شهادة الأستاذ نود أن نعرف تعليقك على ما ورد سواء في شهادته أو التعقيب الذي أردت تدخل به على الأستاذ سليمان شواشي نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا لا تؤخذنا الناسين أو أخطأنا أولا أثمن ما قاله أستاذ الدكتور الشواشي عندما ذكر بأن التكفير هو مولود سياسي في الأصل محظ وإنما سيلبس بعد ذلك لبوس الدين أو لبوس العقيدة وهذا مما وقع في الحضارة الإسلامية وكان واجب على العلماء والدعاة والصالحين في الأمة أن يبينوا هذا الأمر وينشروه بين الناس ويبسطونه تبسيطا راه التكفير سياسي وليس دين أعطي أنا الدليل على ذلك التكفير ليس له شرعية دينية مطلقا حتى من داخل الإسلام نعطيك عنها ستة أركان في العقيدة يتفق عليها تقريب أغلب المسلمين باستثناء الشيعة ثم عندهم زيادة ما ندخلش فيها هذه العقائد موجودة منصوص عليها بالكتاب والسنة طيب ماذا حدث قراءة العقيدة التأويلات التابعة على العقيدة هي تأويلات بشرية وهي اللي تخل فيها دخل منها التكفير أنت تقوم بقراءة والآخر يقولك لا أنت لم تفهم الصفات مثل ما فهمته إذن أنت كفر أنت تتحدث عن الرؤية رؤية الله يوم القيامة بما لا أتحدث عنه إذن أنت كفر أنت تتكلم عنك وأصبحت تلك التأويلات دين في حين يجبنا نفرقوا ما بين أركاننا الستة اللي متفقين عليها الأمة كاملة ومجمع عليها الأمة وفيها نصوص وبين التأويلات الأخرى التأويلات بشرية نحب نقول ليس من حق أي مسلم أن يكفر مسلم آخر بالتأويل معناها الاختلاف موجود في التأويلات في التأويلات وعلى امتدى التاريخ والتأويلات بشرية يعني إنتاج بشري ومبعد تبني عليه قاعدة في التكفير التكفير حكم شرعي يضطلع بها الله ورسوله أما أنت تعمل تأويلات ما عندكش الحق تأويلاتك تولي تدخل فيها مسألة التكفير وتكفر الناس بالتأويلات ولذلك ما عنده حتى واحد الحق في الحضارة الإسلامية منذ نشأتهنا اليوم أن يكفر إنسانه ما عنده حتى سند ديني إنما هو هذا السند البشر ومبعد زيد يتغلف بغلاف سياسي وتصبح المسألة مسألة في هذه الأزمان من تكفير بعضنا للبعض حتى ولو كنا مختلفين في داخل إطار الإسلام نعم نحن اتفقنا على الأركان الستة في العقيدة خاصة في الفضاء السنوي أن تؤمن بالله وملائكاته وكتبه ورسوله وروم الآخر والقدر خير وشره أحنا كل متفقين عليها من كيفاش نكفروا في بعضنا نكفروا في بعضنا من خلال ما رشح من خطاب التأويل ليس من خلال العقايد العقايد نسكل قال الإمام أبو حنيفة أصحاب القبلة الواحدة موحدون الإمام الأشعري عندما حضرته الوفاة وذكر هذا الحافظ الذهبي شمس الدين ذكر أنه لما حضرته الوفاة ندى مجموعة قال لم أسمع وراني لا أكفر أحدا من أهل القبلة وقال لم كل ما وقع هو تأويلات وكلام لا نكفر عنه الإمام أحمد بن حنبل وبعض الناس يقولوا أنه الإمام أحمد بن حنبل يكفر حشاه هو بالعكس وقع تكفيره هو وقع تكفيره شو الإمام أحمد بن حنبل الذين قالوا بخلق القرآن من الخلفاء قالوا بخلق القرآن واعتمدوه ونصروه ونصروا به دولتهم كان يترحم عليهم وقال أولوا فأخطأوا ولا أكفرهم قال من كفرهمش هذه نصوص مكتوبة للإمام أحمد بن حنبل ذكرت نصوص مكتوبة لإمام الأشعري أبو حنيفة لإمام الغزالي أساطين الأمة أكبر علماءها يا أخي تبع في فرخ صغير ما زال ما عرفش فرائض الوضوح كفر في الناس تبع علماء الأمة يخي احنا نمشي بكبارنا وبعلمانا ولا نتبع في سفاسة في الأمور ثم نعطيه مثال ابن تيمية سمحني ابن تيمية ثم ناس يقولوا رأوا ابن تيمية شديد وابن تيمية مكفر اخرى ماذا كاتب ابن تيمية ابن تيمية قال لا أكفروا أحدا وحتك الأركان الأربع يخرجها قد يؤول الإنسان يمكن نعطوها في ضوابة التكفير وكيف أن الإنسان إذا أولى أو أخطأ أو جهل أو نسي وفرقوا ما بين كلامك وما بين عينك قد يكفروا الكلام ولا يكفر العين وهذا تقسيمات بين العلماء يمكن أن نأتيها إذن نحب أن نقول بأن كلمة كافر هذه كلمة خارج عن نطاق مقاصد القرآن والسنة لا من ناحية المضمون ولا من ناحية البعد الأخلاقي والإنساني ثم حاجة أخرى الآن كافر قبوري أشعري كافر هكذا أولا موجود 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 كافر صوفي كافر ما نعرفش كافر ولت مشكلة أخرى ثم بعد ذلك تولت دخلت لفظة علماني يعني علماني كافر يعني شيوعي كافر وأصبحت المسألة خليط فضيع على العلماء وعلى الناس العقلين أن يعودوا إلى وصولنا ويصفوا المسألة تصفي علمية لا نعتبر أن غياب حضور الزاوية العلمية في هذا المجال هو أحد المبررات التي من شأنها أن تفسح المجال أما مثل هذه الأحكام وهنا سأعود إلى الدكتور اسليمان الشواشي هنا الغزالي وضع مقاييس نعم أخلك أن توضح لنا من أجل أن نربط هذا بما نعيشه اليوم نعم صحيح هو كما أشرت إلى أن من أسباب التكفير هو الساذاج الفكرية والفهم الظاهري للنص ولذلك تميز الغزالي بفلسفته و بمعرفته الدقيقة لمعاني القرآن وفلسفة الدين الإسلامي وسواء أشار إلى هذه القضية في كتابه تهافة الفلاسفة وفي كتابه المنقذ من الضلال وخص كتابا سماه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة بيّن فيه أن التكفير لا يكون إلا لمن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المقياس معناه ومن ثم فأنه جعل مقياسا واضحا وبينا لكفر والإيمان هو التكذيب بالرسول فمن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما دعا إليه فهو كافر ومن صدق الرسول فيما دعا إليه وآمن به فهو مؤمن عفوا سليمان هنا حتى تتضح السورة لمشاهدين فقط حين نقول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم معنا ذلك أنه سوف يقع تكذيب بالوحي بالقرآن بكل ما وذكر أمثلة ذكر الغزالي أمثلة على هذا التكذيب يقول مثلا أن اليهود كذبوا بالرسول فلذلك هم كفار أن النصارى كذبوا بالرسول فلذلك هم كفار أن الدهرية كذبوا بالرسول وأنكروا الوجود الإلهي وبذلك فهم كفار أن يعني كل من يكذب بالرسول يعني أنه فهو كافر ومن ثم ويؤكد كما أشار زميلي وأخي الأستاذ إلى أن أي مسألة تتعلق بالتأويل فلا يترتبوا عليها تكفير إطلاقا فإذن فالغزالي أشار إلى هذه النقطة وهو أن أي قضية من القضايا إذا كانت محل تأويل أو محل خلاف بين العلماء فلا ينجر عنها تكفير بل قال بصريح العبارة يقول فإن زعم أحد فإن زعم أن حد الكفر ما يخالف مذهب الأشعري أو مذهب المعتزلي أو مذهب الحنبلي أو غيرهم فاعلم أنه غر بليد قد قيده التقليد فهو أعمى من العميان فلا تضيع بإصلاحه الزمان إذن فالقضية واضحة والميزان الذي وضعه الغزالي واضح وهو من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر ومن آمن ومن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن والشيء الذي دعا إليه الغزالي هو التحذير من التكفير وبل اعتبر أن الفقهاء الذين يهتمون بالفروع وليس لهم معرفة دقيقة بالأصول فلا نعتد بتكفيرهم بل العالم الذي يعرف الفروع والأصول هو الذي نعتد برأيه كما أنه اعتبر أن الحكم التكفير هو حكم شرعي ما معنى حكم الشرعي يعني أن الشرع هو الذي حدده فليس حكم عقلي يهتدي إليه العقل وحده وليس حكم وضعيا تواضع عليه البشر وأنما هو حكم قدره الشرع حسب الحكم وأعلمنا به وهذا الحكم طارة يدرك بيقين وطارة بظم غالب وطارة بتردد فيه ومهما حصل تردد فالوقف فيه عن التفكير أولى وأحسن يعني إذا وقع التردد في تطبيق هذا الحكم أو في إصدار هذا الحكم فيجب الابتعاد عنه ويجب التخلي عنه ويأكد الغزالي على أن المبادرة بالتكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل فالجهل هو سبب وجود هذه الظاهرة وعدم فهم فلسفة الدين ومقاصد الدين هي التي تؤدي إلى التكفير ولذلك فنحن ندعو جميع أخواننا إلى التعمق في فهم الدين إلى دراسة أقوال العلماء السابقين وخاصة العمالقة منهم وكبارهم سواء من المتكلمين أو من الفلاسفة أو من غيرهم حتى لا يقعوا في المحظور وحتى لا يطلقوا التكفير بدون قيد أو بدون ضوابط كما أن حكم التكفير يصبح رائجا ويستسهله عديد الأطراف بما يجعلهم منتشرا بين فئات مختلفة هنا الأستاذ سيف الدين يريد تعقيب العلماء كما يقول أبو العز الحنفي في شرحي على الطحوية يقول العلماء يخطئون ولا يكفرون وأبو بكر بن العربي في التأويل في كتاب التأويل وفي شروحهم على هذا الكتاب وهتنبيه حتى بن تيمية يقول أنه من اجتهد وأخطأ اجتهد في التأويل وأخطأ حتى ولو قال بالكفر لا يكفر قال يمكن الركز على القول متاع ونقول القول فيه ميل أما هو في حد ذاته ما كفروش لأنه يعتقد في الله ولكن أولا أعطيك أمثلة من صميم الشرعة من صميم الشرعة نعم انظر جاءنا نحن في الحديث الشريف الصحيح واحد أذنب ذنوبا كثيرة أذنب ذنوب كثيرة قال لأولادك الموت أحرقوني وذروا رمادي في الكون فإن الله لا يستطيع أن يجمع رمادي ليعذبني انظر ماذا شك شك في قدرة الله فجمعه الله جمعا والله قادر على الإحياء من جديد والبعث من جديد قال عليش تعمل هكا في نفسك قال كنت أخشى من عذابك قال له اذهب فقد رحمتك رحمه وهو قد مات شيكا في قدرة الله على الإحياء والجمع من جديد وعلى جعل العدم موجود هذه نقطة أولى حديث هذا وارد في الصحاح وارد في الصحاح حديث آخر ذكره أبو داود كذلك في الصحاح يهوديان أحدهما عالم هذا مذكور أحدهما عالم والآخر ويعمل بالشريعة اليهودية والآخر منهم يكون في المعاصي كل العالم اليهودي الحبر قالوا أنت ستكون من أهل النار قالوا هكا قالوا إنعم ستكون من أهل النار أنا جازم بذلك أي بيننا الحديث في أبو داود أن الله أوقفاهما أمامه وقال للعاصي اذهب فقد رحمتك رغم مات عاصي ومات مصر يعني الإنسان اللي كفر في البشر أولا هو مخطأ علميا ولا سند له من النصوص الإسلامية ولا سند له في الأخلاق والإنسانيات ثم زيادة عن ذلك ينصب نفسه ربا يفتح أبواب الجنة لمن يريد ويفتح أبواب النار لمن يريد وهذا خطأ وهذا مس في التوحيد لأنه إذا التوحيد مغشوش عقيدة نفسها يزمي رجحها من أنت أمام الله حتى توجب عليه أشياء نعم رسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الحكم هذا يبوء به صاحبه نعم الحديث واضح الحديث سمحني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال من قال لي أخي يا كفر فقد باء به أحدهم وفي رواية أخرى حارة عليه أو حارت عليه يعني رجعت عليه يعني تغليل تغليل في شدة حتى لا يكفر أحد أحدا مهما كانت التكاليف نجم نجزم تو أنه عند المسلمين كل ما لا يوجدوا بينهما كفر مرات تلقى واحد يقول كان علماني خلينا نتكلموا بصراحة ونحن نتكلموا المواطنين تونسيين يعيشين في تونس يقول لك أنا علماني أشهدوا أن لا الله محمد رسول الله يصوم رمضان ويصوم كفروا من حق ما كفروش وإن أول تأويلات أخرى في السياسة أو في الإجتماع أو في الإجتماع أو في الاقتصاد أو في الفكر هو حر أما لا ينبغي أنا مش أقول كل ما ذاره وخوف منه لا هذه حقيقة علمية يجب أن تقر وتزرع في أذهان في أذهان الناس حتى لا يقع التغرير عنا أربع ضوابط قالوا شوف الإكراه مو في الإكراه الصحابي قالوا يا رسول الله سيدنا عمار بن ياسر قالوا لي سب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا كيف ترى قلبك قالوا قلبي مطمئن قالوا ينعادوا فعدي في الإكراه فالإكراه المكره لا يكفر الجاهل لا يكفر وشوف في أبواب التكفير عند علمائنا قسمه بين بلوغ الدعوة الخاصة وبلوغ الدعوة العامة وهذا فيه كلام وصولي لمن يريد أن يتوسع يدخل ثم التأويل المؤول لا يكفر ثم المخطئ لا يكفر وإن قال بالكفر اجتهادا اجتهادا ولكن قال خطأا تحسوا أنت أنه الخطأ كفري يجي يقول لك يجي يفرقوا بينك أنت كشخص وبين قولك يعني مرتبة رفيعة في النقد معناها كأنه الإسلام ترك المجال لأنه الإنسان هذه المراتب التي ذكرتها الخطأ هنا الجاهل إلى غير ذلك لا يمكن مع ذلك أن يدرج ضمن إطار الكفر بأي شكل من الأشكال لكن أريد أن أعود إلى سيسليمان من أجل الربط بين هذا الوضع وبين الراهن الذي نعيش خصوصا وأن حكم التكفير عفوا أصبح منتشرا اليوم إلى جانب ذكر زميلي أريد أن يعني أؤكد على ذلك بعدد كبير من الأحاديث النبوية التي تنهى عن التكفير من ذلك مثلا جاء في صحيح البخاري في كتاب الأدب عن أبي ذرن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك وجاء أيضا في صحيح البخاري ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله هذا الحديث أيضا في البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إذن هذه الأحاديث كلها تؤكد على ضرورة الاحتياط والحذر من أن نكفر بعضنا البعض والتزامنا ووقوفنا على هذه الأحاديث من شأنه أن يبعدنا عن ظاهرة التكفير أما جوابنا عن سؤالك فهو في الواقع أن ظاهرة التكفير قد انتشرت وخاصة بعد الثورة لأن بعد الثورة أصبحنا نعيش فوضى دينية فوضى بأتم عن الكلمة نظرا لأن الأنظمة الدكتاتورية كانت أنظمة قمعية أنظمة تكبت الرأي وتمنع إبداء الرأي ولذلك كان أغلب الناس أصحاب الأفكار الدينية وغيرهم يعيشون بينهم وبين أنفسهم هذه الأفكار فلا يستطيعون طرح هذه الأفكار للنقاش وللبحث وللحوار ولذلك يعتقد أن ما يؤمن به هو الصحيح وأنه يمتلك الحقيقة وأن غيره على خطأ ولذلك ظهرت ظاهرة التكفير خاصة وأن هناك تجاذبات بين الإديولوجيات فهناك العلمانيين واليسريين والإسلاميين على أنواع بسلفية سلفيات وغيرها وأمام هذا انتشرت ظاهرة التكفير والواقع أن ظاهرة التكفير هي ظهرت لعدة أسباب من بينها كما ذكرت هو عدم المعرفة والجهل ولذلك لكن أيضا وجود هناك استبزازات تم الاستبزاز هنا على ذكر السلفيزاز سليمان سألنا سؤال هدايا سألنا بعض الناس قلنا لهم شنو سبب انتشار ظاهرة التكفير شنية العوامل التي أدت لها إلى غير ذلك فكانت الإجابة على ألسيناتهم كالتالي طبعا شنو الأسباب لتخلي البعض يكفر لبعض الآخر احنا نتوفي بعضنا حتى زو الصحاب ساعتي نكفروا بعضنا فهمتش معانيت ماش هذيك حتى احنا في ثقافتنا نكفروا بعضنا فهمتش واحد يعلي واحد يوطي واحد تبدأ واحدة مثلا دينة تجي للي حتى تبدأ تنصح فيها تنصح فيها كل شي يصير نقاش تولي تكفر الاخر تقول لأنتي لابسة وانتي وفارك معانت مكشباهية والفام بتاعك مشباهي وكل شي أصلا عبدي كفر حتى داخر موش صحيح معاني أنا مش نجي نكفرك أنا شكون أنا باش نكفرك وعلى شنو باش نكفرك أصلا معاني فهمت أصلا الحكم بينك وبين ربي حنش ندخلنا هو مر ومعندوش حق باشي كفر خاطر ما يكفر كونش يكيب ما عنده عنده أدلة وعنده العلم أما نرى ديما نقصي العلم قد من تعلم وديما نقصي العلم ومش ما يصير باشي نكفر العبد نشوف نوجهل في الدين بالأساس نوجهل في الدين يعني عباد ما يش فهم الدين متاح ما يش فهم القيم اللي جاء بين الرسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم يعني عباد ما يش فهم برش أفكار وبرش معتقدات مثلا كما قلت لك زنيم يدعي الفكرة فهم حسن يدعي الفكرة أحد أخرى يختلفوا في الأراء وكل واحد يحرض باش يشجع الفكرة متاعه والاخر يحرض باش يشجع الفكرة متاعه وعنا وكل المسلمين نتبقوا مرة مع هذا مرة مع هذا ما نفهمين شي أنا الراح كاية التكثير هي هذه معناها تدخل في السياق هذية ربي سبحانه وتعالى قال يا مسلم يا إنسان ما عندك حتى علاقة بأي شخص باش يوصلك لي احنا علاقتنا بالخالق علاقة مباشرة دونك لنستحقوا للدعاة ونستحقوا حتى لحد وذي نظري التكثير لأنه تنم عن جهل خط اللي يطلع في الدين هو التكثير حرام في حد ذاته دونك الناس اللي يتكفر هذه ما عندها حتى باز ما عندها حتى كلام أربع كلمات في الجامع يولي هو يفتي يولي هو يكفر ويحل ويحرم وكأنه معناها الإسلام ولا حاجة لعبة في دين العباد هذوما من قال لأخيه المسلم أنت كافر فهو كافر هذه حاجة ما تصيرش ما جيش الأنسان ونقول له كافر أنت كافر يزمنوا ندعيه له حتى دعاء الغي مستجاب حتى في اقتفاه إنسان ندعيه له ونقول له من المسؤول عن انتشار ظاهرة التكفير اليوم في تونس تكفير كنا مسؤولي كنا مسؤولي بالدعاة وغير الدعاة شوف هذي هذك الدعوات والقاعدة وجو سيباكوا وفهمت هذو عباد يحبوا يستغلوا الثورة متى تونس باش يصربوا يصربوا الحواجي يحب يوصلوا هؤلاء 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 يحبوا يستغلوا تونس خطر أقرب حاجة نحبش يدخل في الديتالي الحكومة جديدة هي المسؤولة الأولى والاخرانية على حواجة هذو المعرض العبيد يقول مقال شي كفر ونرى هذي في قناة تونسية وقت يتكلم سيريذال جوادي بعد ما سكت قالوا هذي تكفير وهذه سياسة أنا نسمع فيه يعني نقول اسكو كان يسمع فيه أنا ولا لا معناها أنا نرى في العبيد اللي ما تحبش الحكومة هي اللي تشد ويكا هي اللي قاعدة تنشر فيها معناها بشفة عكسية زائرة تكفير هي ظاهرة محدودة جدا في تونس من جماعات محدودة جدا لكن الاعلام قام بتضخيمها حتى أصبحت معناها الشغل الشغل للأعلام هي ظاهرة التكفير لكن هي ظاهرة محدودة جدا ويمكن الإحاطة بها سيسليمان نعود مجددا لمواصلة الحديث عن أسباب انتشار هذه الظاهرة وعن العوام التي أفضق إليها بشكل أو بآخر اليوم نظرا لثورة وما أفرزتها من طيارات دينية وطيارات علمانية ويسيرية وغيرها وعدم وجود حوار بين هذه الطيارات فبدأ التراشق بالكفر وبدأ التراشق بالتطرف وبغيرها من الألقاب ومثلا عندما طالب أنصار الشريعة بتطبيق الشريعة في الدستور رفض العلمانيون واليسيريون هذا الطلب واعتبروه خط أحمر لا يمكن يتجاوزه وقالوا عن الشريعة أقوال لا تليق فمثلا صادق بالعيد يقول الشريعة هي عبارة عن محيط هادي لا يمكن السباحة فيه والاستياد منه الأستاذ عبد المجد الشرف يقول أنا شريعة مش نطبقه 800 ألف شريعة في حيث أنا شريعة واحدة والقرآن واحد يعني الدكتور طالبي يقول يعني لا وجودة لمصطلح شريعة في القرآن ولا وجودة لقوانين في القرآن ولا وجودة للديمقراطية أيضا وأن أبا بكر وعمر كان مستبدين في حكمهما يعني كما لا ننسى صورة التي عرضت في قصر العبدالية بالمرصى كما وقع استفزاز في كثير من الأحيان في بلاتوات بقناة نسمة مثلا أن الوحي قالوا أنه تجربة شخصية يعني معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي هو عبارة عن تخمر ويأتي بالكلام بعد أن تأتيه هذه كل هذه الأشياء فيها استفزاز وأدى هذا الاستفزاز إلى رد فعل وهو رمي هؤلاء أو أصحاب هذه الأقوال بالكفر ولعل آخر الأصوات المعادية للدين هو الصوت الذي سمعناه في مؤتمر منهضة العنف عندما قامت يعني أهدى النساء رفعت شعار تونس حرة حرة والإسلام على برق يعني فمثل هذا القول لم يحدث لا في عهد الأصبان في عهد الاحتلال الأصباني ولا في عهد الاحتلال الونداني ولا في العهد الاحتلال الفرنسي ولا في العهد البرجيبي اللي هو عهد علماني ومؤسس العلمانية ولا في عهد بن علي اللي قاوم الإسلاميين مقاومة عنيفة يعني أنه فهذا هو نوع من الاستفزاز يعني ولذلك بكل أسف يعني أنه يجب التعقل ويجب الرصانة ويجب احترام مقدسات الأمة ويعني أخيرا في روسيا يعني قريت في لفيجارو بتاريخ 16 يعني شهر هذا 16-6 في جوا أن مجلس الدومة وافق على قانونين بالإجماع هذين القانونين يتعلقان بحماية المقدسات الدينية في روسيا روسيا التي بقيت يعني تحت الشيوعية وتحت مقاومة الدين الكنائس يعني لأن الشيوعية قاومت المسيحية والإسلام وحولت الكنائس إلى متاحف وإلى بوادنوي وغيرها مساجد وكنائس بعد 70 سنة يعني بالإجماع يوافق مجلس الدومة على قانونين لحماية المقدسات ولذلك لابد من احترام المقدسات والابتعاد عن الاستبزاز وأيضا لابد من هؤلاء الذين يطلقون التكفير أيضا لابد من مراجعة النصوص القرآنية والرجوع إلى العلماء المختصين الذين لهم معرفة دقيقة بالأحكام الشرعية وهذه الظاهرة بكل أسف يعني أنها تحدث عنها شاكيب أرسلان يقول أن مشكلة الإسلام هي بين الجامدين والجاهدين يعني المشكلة اللي يعاني منها الإسلام هو الصراع بين الجامدين وهم السلفيين والظاهريين في سيفة عامة وبين الجاهدين يعني أنهم من الذين يجحدون النبوة أو ينكرون الإسلام أو يكرهون الإسلام سؤالي هنا سي سليمان مش توجه به لسيفة الدين هل يمكن أن يكون الغلو في الدين أيضا إلى جانب ما ذكره سي سليمان دافعا نحو انتشار هذا الحكم خاصة في ظل ما أتحته الوضعية الجديدة التي نعيشها اليوم أمام وجود تيارات ومد لبعض المذاهب لم تكن موجودة في تونس قبل ثلاث سنوات أريد تعقيبا على ما ذكره الدكور سليمان شواشي أن أذكر التراكم الذي حصل عندنا ثم أضعوا اسمعي على اللحظة التاريخية التي نعيشها اليوم وما تقتضيه ماذا يوجد فيها وما هو الحل حسب العبد الضعيف يعني حسب تقدير أولا نشوف أنه كما أذكره أستاذ في بداية التكفير بدأ منذ أيام الخوارج وكفروا بشدة وكفروا فاعل الكبير وكفروا حتى الذنوب الأخرى كافر وحتى زوجة الكافر الذي كفر يدخلوها معاه وأبنائه وأصبحت لخبطة عظمى حتى أنه علي بنوبي طالب حاربهم ولم يكفرهم صلوا عليهم وغسلوهم وكفنوهم وقال أرادوا الحق فأخطأوه بعد الخوارج نلقو سيد قطب رحمه الله وهو شهيد من شهداء الأمة أحبه من أحبه كريه من كريه ورجل له سيته العلمي والأخلاقي والإنساني ولكن عندما وقع تحت القمع أخرج كتاب كاد أن يكفر فيه المجتمع المسلم وقال جاهلية القرى العشرين محمد قطب والجماعة بدت تخرج أفكار تغذي روح التكفير تغذي في روح التكفير مع وجودي رافض آخر كان في الحجاز في العربية السعودية ورافض الوهبية في بداياتها أيضا كان رافض شجع على ذلك على قدر بعد ذلك اعترفوا ببعض الأشياء وغيروا الكثير حتى لا نظم الناس ثم ظهرت جماعة التكفير والهجرة بعد ذلك في مصر وفعلت ما فعلت وقتلت العلماء بين الشيخ الذهبي وغيره رجل أشعاري معتدل رجل عالم رجل مختص رجل تقي ثم هذه الجماعات بعد ظهرت جماعات أخرى تعبد في السجون وتعبد في القمع فخرجت ناقمة على كل ما يشتم منه رائحة الغرب أو رائحة الآخر وبدأوا يكفرون كذا حتى قال والله نرجع لكلمة قال ابن وسينة من زمان قال ابتولين بقوم يظنون أن الله لم يهدي سواهم ولا يقول لك أنه صحيح وكل غلطين أنا جاني مواطن تونسي قال لي أنه ابني يكفرني لأنه ترك الصلاة رؤول لي قال لي أنت كافر ياخي صحيح ولا لا هذا موجود في تونس طيب بعد ذلك ابتولين بأنا أسميهم شخصيا أنبياء الحداثة أحط أنبياء بين ظفرين يظنون أن الإسلام ما فيه حد شيء وقضية الإسلام هي قضية مغلوطة وهؤلاء الناس اللي عاشوا 14 قرن في الإسلام والإسلام اللي بنى حضارة كأنهم يجبوا أن يجرى بجرة قلم حتى هؤلاء استفزوا الناس مش يكفروا خاصة الشباب الصغير مش يكفرهم وهما نفسهم اللي دعووا هذه الدعوات الحداثية المفرطة في قلة احترام الأديان لم يقرأوا تومهم مش يطالعوا في الكتابات التي كتبت ما بعد الحداثة برأمشي أقرأ بوري كور ماذا كتب عن الأديان الآن وجيل غاستون جرونجي وجمعها كبار في الغرب يقولوا بالرجوع إلى الأديان باحترام الأديان بأن الدين مكون رئيسي للهوية الذاتية والكينون الذاتية للفرد وللأمم وللشعوب ولتوازنة المجتمع أصلا نعم يمشوا يقروا يشوفوا شنو اللي قاعد واقع الآن في الغرب لأنهم أنبياء كلامهم صحيح ويتكلموا بمنطق القوة أنه كلامه صحيح ونهو الغالط ويجب أن أخرج عن إسلامي حتى يرضى عني هذا الذي لا يقرأ وما يستجد ولا يعرف حقيقة الدين ولا يعرف مقاصد الأديان بعد ذلك وقع ما أسميه بالتكفير السياسي تكفير سياسي فرق أنت خارج عن حزبي ولا خارج عن فرق هذا داخل الإسلاميين فيما بعضهم فأنت كافر وبدعوا علماء ويكفروا فيهم وفسقوا فيهم والقبوريين ومن أعرف شنو مع أنها ما عادش الأمر مقتصر على علماني وإسلامي لا ولا بين الأطياف الإسلامية أصبح داخل الأناء الإسلامية هناك تكفير حاد وشوف الفيسبوك وشوف المواقع ستجدوا كلام فضيع علماء من نوع العلماء علماء كبار وعندهم حضور في العالم الإسلام ويظهروا على القنوات يكفروا واحد يقول الشيخ البوطي رحمه الله منافق ليست النفاق أكثر حتى من هذا أنا سمعته بأذن هذه مسجل عليه الكلام بالصوت والصورة منافق الشيخ البوطي رجل عالم منافق يقتل فيه ظروف سياسية ما نعرفهش عليها كيفاش يهدي الأمور وارجع إلى الحق ثم هذه العقلية أصبحت أنتجت عقلية عدوانية عقلية مغلقة عقلية سهلة عليها بشي تكفر والأمر كله الآن يرجع إلى أمرين ذكرناهم تقريب في الحوار عدم العلم وتدخل السياسي في المعرفي تلوث المعرفي بالسياسي أو قل ضغط السياسي على المعرفي فأصبح الأمر يحتاج إلى وقفة العلماء يجب أن يصفوا ويجب أن نرجعوا الكل بهدوء إلى المسألة حتى لا يصبح التكفير من دون ضوابط بالله سمحني كما نقولها في الأخير أو ثم حتى ما يسمى بأحكام الألفاظ في أصول فقه دلالة الألفاظ مصطلح التكفير والكفر سواء جاء مثنى أو جمع أو مفرد أو فعل ماضي أو فعل مضارع في القرآن ليس كله على مستوى واحد من المعرفة من يريد أن يدرس التكفير في القرآن يخرج الآيات الكل ويحطها في سياقاتها ويبوبها في موضوعاتها وبعد ذلك يتكلم لأنه كما قال ابن عباس ابن عباس جوه قالوا له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوليك هم الكافرون ما فيه الفاسقون والكافرون والظالمون قالهم كفر من كفر هذا ليس كفر ملة وكفر عقيدة صحيح الحاكم ممكن أخضر أما ما تكفروش قال ابن عباس في البداية قالهم كفر من كفر لأنه كان يناظر الخوارج وبعثه علي بن أبي طالب لمناظرة الخوارج ابن عباس وكان يقنعهم هنا في علاقة بما ذكرته أستاذ الآن علاقة ظهرت التكفير بالتجاذبات السياسية اليوم على الأخل داخل إيطار حكم هو حكم النهضة وتيارات إسلامية نجدها اليوم في صراع في عدم تواثق في عدم اتفاق مع هنا النهضة حسب رأيك العلاقة بين التكفير وبين ظهرت هنا هذه التجاذبات السياسية خاصة أن نسمع بعض الدعاة أحيانا تونسيين يكفرون هذا وذاك في الواقع أولا الحكم ليس بيد النهضة لكن الأغلبية وهذه ميزة ميزة تونس وجنبها الكثير من المشاكل وهو أن الحكم اتلافي وتشاركي ويعني لم تحاول حركة النهضة أن تستأثرة وهذا ربما يجنبها الكثير من المشاكل ويعدوا من حسناتها لكن الطيف الإسلامي بكل أسف يعني أن وجدنا اتحادا وتوحيد صفوف العلمانيين واليساريين يعني أنه في حلبة الصراع الكبرى وهي مز تأسيسي وصراع من أجل الهوية نجد أن الإسلاميين يتصارعون ويكفرون بعضهم البعض فمثلا حزب التحرير هدفه الخلافة أو الموت ولا شيء غير ومن لم يؤمن بهذه الفكر فهو لا يؤيده ولا يناصره ولذلك دخل في صراع مع النهضة ومع غيره السلفية الوهبية نفس الشيء هدفها إطالة اللحية والدجداشة وما إلى ذلك من الشكليات ويبكل أسف يعني شكلانية لا تهتم لا بجوهر الدين ولا بقيمه ولا بأبعاده فضلا عن الحكم فهي تعتبر أن تأييد الحاكم وإن جارى وإن ظلم ولا يمكن الخروج عنه وتبعا في ذلك لعقيدة الحنابلة في هذا المدمار في حين أن الإسلام يعني هو دين ودولة دين وسياسة ولا يمكن السكوت عن جور الحكام وظلمهم وهذا مقرر في كتب الفرق الإسلامية وعلى رأسهم أبي بكر البقلاني الذي قال قولا أقوالا مضبوطة ومدققة في هذا المجال أنصار الشريعة أيضا يعني أنهم لهم توجهاتهم ولهم أفكارهم وخاصة التجاؤهم إلى العنف وأحدثوا من المشاكل للبلاد التنسية ما لا حد لها حتى أنهم أحدثوا الرعب والخوف في نفوث الناس وكان هدفهم هو تدمير الدولة والمجتمع يعني وهذا لا يختلف في شيء عن الخوارج وخاصة الأزارقة ولذلك فأنا أعتقد أن الخروج من هذا المازق هو الحوار هو فتح الحوار مهما كان الاختلاف عميقا ومتباعدا لابد من فتح الحوار بين الإسلاميين فيما بينهم وفتح الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين واليسيريين كيف يكون ذلك ممكنا في ظل الوضع الراهن والحال أنه لا يمكن أن نجد من يستمع إلى الآخر إذا كان بعد الاستقطاب الحاد وبعد الاحتقان السياسي نجد أن هناك حوارا سياسيا بين أطياف بين الأحزاب السياسية وبين المنظمات المجتمع المدني وخاصة الانتحاد الشغل فمن باب أولى وأحرى أن ينزل هذا الحوار إلى الطيارات الدينية وإلى الطيارات العلمانية واليسيرية والإسلامية وعلى كل طرف أن يراجع نفسه أيضا فالعلمانيون واليسيريون فاجأتهم الثورة فبقوا أشبه شيء بالكمبيوتر اللي برمجه على سيستام معين يعني بقوا على 1789 على مبادئ الثورة الفرنسية في حين أن الحداثة وقع نقدها وتجاوزها ولم يبقى كما قال ماكس فيبير بأن الحداثة ديانة عالمية فهناك حداثات لم تبقى المركزية الأوروبية هي المنطلقة وهي المبدأ والمعاد بل بالعاكس هناك حداثة اليابان هناك حداثة صين وهؤلاء لم يحاربوا الدين بل في الصين أحيو فلسفة كونفوشيوس ومبادئ الخلوقية لكونفوشيوس وتعانق المادة مع الروح ولذلك لابد من مراجعة المرجعية الغربية هذا يقولك له مرجعية إسلامية وهذا له مرجعية غربية فالمرجعية الغربية يجب مراجعتها خاصة أن الغرب قد راجع نفسه راجع مرجعيته وراجع فكره وطور هذه الأشياء وأصبح نقد الحداثة من أهم مرحلة جديدة يعني ما بعد الحداثة وكما أشار زميلي إلى عديد من المفكرين الذين أهتموا بذلك ولهذا فلا يمكن الآن أن ينفي أحدنا الآخر انتهى عهد الإقصاء وانتهى عهد نفي الآخر فلم يبقى لنا إلا الحوار وهذا ما دعا إليه معاً بشور في مؤسس المؤتمر القومي العربي الذي يقول لابد من إيجاد كتلة تاريخية يجتمع فيها العلماني واليساري والليبرالي والإسلامي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها لكن عندنا في تونس أستاذ عندنا في تونس أحنا كنت حدث عن مشروع وطني أو مشروع أمة سواء من هذا الجانب أو ذاك سواء من الجانب اليساري أو العلماني أو من الجانب الإسلامي كيف يمكن أن نتحدث عن مشروع مشترك بينهما مع أنهما على طرفي نقيذ تفضل السيفة دي بسم الله الرحمن الرحيم شوف النقطة هذه أريد أن نبدأ كتونسيين نعم حدثوا على تونس نعم أول حاجة النحوة من أذهاننا لا يزايد أحداً على أحد في الإسلام أي ما نبقوش نزايد ومزايدات كبيرة برشا حتى نولوا ربما نخرج ننقض الكلام أنقض الخطاب أقول يمكن أن فلان هذا اجتهد وأخطأ كما قال علمانا وأولاً ولا أسمح أيضاً أن يتجاوز حده كذا ما نزايدوش على بعضنا في الإسلام أنا نعطي مثال لو كان أنا أخويا قومي هكا ولا في الطيار القومي العروبي ولا في الطيار يسار ومات ما لا ما نغسلوش وما نكفلوش وما نصليش عليها ولا اللوحة في حفر وما مش نروح أنا نحكم عليه بظاهري مدام يقول أشهد أن لا يلا الحمد رسول الله هو معايا ونحن نشتركه في المواطن نحن من المزايد ومعد حتى واحد يغمنا هذا مسلم وهذا علماني وهذا كافر وهذا وهابي وهذا قبوري وهذا أشعري وهذا صوفي معاش يغمون بالكلام هذا النقطة الثانية يمكن أن تحيد المساجد بطريقة علمية ومقاصد شرعية مضبوطة يحطوها ناس معرفة من جميع الأحزاب ومن جميع الدوان ومن جميع المفكرين خلي المسجد يلعب دوره الطربوي والأخلاقي والديني والروحي خلي المسجد بعيد عن التجاذبات السياسية اللي يهديك خلي المسجد نرجعوله في حالاتنا في الأزمات مرات نلقو كان المساجد خلينا نبقوا ما كان يوحدنا في تونس لا نظلمه كان يوحدنا الإسلام تولي شتتنا الإسلام منذ 40 إلى 50 سنة التالي الناس كل متوحدة عن الإسلام وعننا كاد يكون مفاقا واحد فقه الأشعار عقيدة الأشعار وفقه مالك وفي طريقة الجليد السالك وتكونت عليها أمة قرون وقرون مع الناش أحنا حتى نفرصه ويقبل أن يجاهدوا فيه آبائنا في الجبال وما يقتلوش وكعود جار ما يمسوش وكعود جار ثم تحييد المساجد ثم المؤسسات التي تدرس الدين ينبغي أن تقوم بدور ديني عميق مبني على الإجتهاد والابتكار الآن والنقد البناء مش يجي يدرسلي فرقة معينة خلينا نرجعوا للقرآن ما ليش مش نتقدمه إلا إذا عدنا إلى القرآن والسنة من دون خلفيات لا مذهبية ولا منهجية ولا مقالية خلينا ندخل نجد وأحنا نحب التجديد جديد وعننا رو في تونس كفاءات والحمد لله وعننا ناس وعننا خبرات وعننا عقول كان يتجمعوا 200 و 300 واحد في موضوع تقول شوش يخرجوا لك في ندوة معناها أستاذ بجل تضاح الصورة فقط معناها هنا مثلا بالنسبة للعقائد ليقع تدريس جميع التصورات جميع التوجهات سواء في مجال العقيدة أو في مجال الفقه وأترك للناس من أجل أن يتوكونوا بالصورة التي تجعلهم قادرين على الحكم وقادرين على الارتقاء بوعيهم هذا دور المؤسسة العلمية دور جامعة الزيتونة دور التعليم الزيتوني دور المؤسسات التي تدرسنا معها تدرس الإسلام حرة خاصة يجب أن يكون مفاق وحقها يتدستر يتدستر ويكون فيه قانون دستوري أن هذه التي اتفقنا عليه تحييد المساجد وقع نص تنصيص عليه بالدستور يعني تحييد المساجد بعيدا عن تجاذبات السياسية لكم أستاذ مساجد من حلقه سين فقط ثم خشية من أنه من تحييد المساجد إلى تحييد الدين نرجو لا يحايد واحد أسمع الدين لم ينتصر بالثورة الدين نصر رب والدين له رب يحميه وصدقوني لما يفهمش هذائع من العلمانيين أو الحدثيين أو غيرها وليس فهم من طبيعة الإسلام هذا الدين ينتصر ذاتيا ما لا توفى الغرب كيف تعترف فرنسا بالدين الثاني في الإسلام ولا أسبانيا ولا هولندا ولا غيرها ما لا عملنا ثورة غادي هزينا السلاحة تناس مهاجرين مهاجرين طبقوا إسلامهم واستقطبوا الناس بدعوة بسيطة وما عندهم مش لا إمكانيات مادية ولا شيء عندهم صبرهم عندهم مبدأهم على أشهدوا أن لا إله لله ولا محمد رسول الله تكريم إذا صدقت في الشهادة فإن الله ينصرك مرات أحببت أم أبيت إذا ثبتت على المبدأ في الشهادة وكنت غادي في الغرب زادة تعرف عندك سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه إذن الجامعات المؤسسات الكل تعمل في ذهن هذا الأمر وحسب رأي أنه يدستروا هذا الأمر حتى نكونوا متفقين عليه الكل ونمشوا إلى ما هو أفضل يا أخي زادروا عننا مشاكل أخرى مش تنبقوا نتجادلوا في مجادلات دينية نهارة كله ونحن نتناقشوا في الدين ما صارش هذا في الحضارة الإسلامية حتى عندما تقع دولة تغلب دولة أخرى موحدين جوا بعد فلان ولا جوا الفاطميين ولا جوا كذلك بسرعة ما يرجعوا للفلاحة والصناعة والزراعة والأساطين والخدمة ليس كنت مهمومة بالمشاركة في الحضارة مشاركة فعلية على مقتضى الاستخلاف يعني العمارة والعدل والروح والدين آتي إلى سؤال التالي سوف أطرحه عليكم الاثنين معا وهو متصل بما ترونه بالنسبة إلى وسائل الإعلام أولا وتقنية الاتصال الحديثة التي أسهمت بشكل أو بآخر في انتشار هذه الظاهرة التي نعيشها اليوم فاصل ثم نعود للحواء جواباً عن سؤالك وهو دور الإعلام في هذه المسألة في الواقع أن الأعلام لم يبقى سلطة هرابعة بل صارتها هو السلطة الأولى والدلع لذلك أنه يستطيع أن يسقط السلطة التنفيذية ويشكك في السلطة التشريعية وما إلى ذلك وأن ينشر من المقولات ما شاء وخاصة في ظل الفترة هذه وهي فترة عدم وجود انضباط للإعلام وعدم وجود مؤسسة رسمية للإعلام تخفف على الأقل من هذه الإنفلات للإعلام دور كبير جداً في معالجة هذه القضايا وفي تحديد الرؤية الواجب اتباعها والواجب الأخذ بها فالإعلام عليه أن يتجنب أولاً المبالغة يعني لنا نلاحظ أنه في كثير من الأحيان يتناول قضايا ولكن يهولها ويبالغ فيها ويخلق حولها استفاف غريب وغريب جداً مثلاً قضية تطبيق الشريعة عندما نادى أنصار الشريعة بتطبيقها تجند الأعلام المرئي والمكتوب والمسموع حول هذه القضية واعتبرها أنها يوم قيامة وأن تونس انتهت لو طبقت الشريعة في حين أن المسألة لا تحتاج إلى مثل هذا التهويل وإلى مثل هذا الخوف فالشريعة طبقت وما زالت تطبق في كثير من البلدان وأن الشريعة ليست هي مجرد قطع اليد أو رجم الزادي فهي أحكام أخرى تتعلق بالمعاملات المالية تتعلق بعلاقة المسلم بأخيه المسلم علاقة المسلم بغيره إلى غير ذلك من الأحكام معنى تنظم الشأن العام تنظم الشأن العام يعني هي الشريعة في حد ذاتها هي تنظم علاقة المسلم بربيه ولذلك نجد العبادات تنظم علاقة المسلم بأسرته ولذلك نجد أحكام الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والرضاوة وما إلى ذلك الشريعة تنظم علاقة المسلم بأخيه المسلم ولذلك نجد المعاملات المالية وحل الله الباعة وحرم الرباء ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل حرم الغش حرم التطفيف الكيل إلى غير ذلك من الغبن إلى غير ذلك من الأحكام نظم علاقة المسلم بغير المسلم نظم علاقة المسلم بالكون يعني فلا يمكن أن نخرب البيئة أو أن ندمرها أو نعبث بهذا الكون فإذا الشرع ليست هي كما صوره لنا كثير من وسائل الأعلام أن قطع اليد ورجم الزالي وخذوا فقط مستوى الحدود في حين أن حد السرقة وقفها عمر سيدنا عمر في عام المجاعة وكذلك قضية الزناة يعني الموقف الرسول من المرأة التي أتته وتطلب بتطبيق الحكم واضح في ذلك ولهذا فنرجو من وسائل الأعلام أن لا تبالغ وأن لا تهول وأن تطرح القضية طرحاً حيدياً موضوعياً نزيهاً بعيداً عن الأهواء الذاتية لأن الذات والأهواء الذاتية والإديولوجيات هي التي تزيد من الاحتقان وتزيد من المشاكل من انتشار ظاهرة الفعل ورد الفعل تعقيباً على الإعلام وخطورة الإعلام أول الإعلام ظاهرة عالمية الآن مفتوحة فتح كبير تدخل دارك وتجبد الفيسبوك وتجبد ليسيت وتأخذ القنوات الأعلى تلفزية ولذاعات والجرائد والمجلات من جميع أسقع الأرض بعد حتى واحد يتحكم فيها فأصبح الظاهرة منفلتة والإعلام بيد والإعلاميين الكبار بيدهم مرات يقول لك ذلك مش إعلام متخصص مش إعلام كذا لخبطة داخل الإعلاميين خلي عن نحن يزينا المرة لو لا نعرفها ثم هناك المغالطة الإعلامية يعرفوها حتى أهل الإعلام مرات يغالطك بعنوان يغالطك بصورة يغالطك بكتوى عنا مغالطات كبرى حتى بالخبر أو فلان فلان يمشى القفصة وضربوه عامنور وكذا وكذا وقتلوه وما ثم شيء وذلك نلقاها وانتك تقوم الصباح تلقاها موجودة في الفيسبوك وتقرأها في الواحد يعني المغالطة الردوا منها ثم الأمانة الإعلامية هناك أمانة أخلاقية إذا كان الإعلامي فعلا رجل رجل تحفكر رجل فكر ومحب للوطن ثم أمانة أنا لا أخون وطني بخبر إعلامي زائف حتى أتثبت وهذا راجع الأصول العمل الإعلامي وراجع الأصول الدين متاعنا فإن جاءكم فاسقهم بنبأ يتبين وأن تصيبوا قوما بجهالة نبأ شوفوا النبأ والأنباء ومنه الأنباء في أعجاز في القرآن الردوا بنى منه المسألة دي ثم نحب نقول حاجة التخصص علشان اللي يتخص الإعلامي اللي يكتب في الإسلاميات ما يكون عنده شهادة في الصحافة عنده شهادة في العلوم الأخبار الصحافة وعلوم الأخبار وعنده شهادة تكملية في الشريعة على الأقل يعرف ليزابيسين تعدينه يعرف الأصول الكبيرة يعرف المقاصد العظمى التي لا يجب إسقاطه ولا ينبغي أن نغفل عنها نحطها ذكا في جانب قضية التخصص ثم قضية أخرى لابد من مرجعية تكون عندنا مرجعية دينية نوثقوا فيها والشعب التونسي كامل عنده فيها ثقة يرجع على الصحافة بالتليفون قالوا وقالوا كذا وكذا في الإسلام هل هذا موجود؟ موجود هذا في الإسلام ولا تجاوبوا المرجعية سميها مجلس إفتاة سميها مجلس إسلامي أعلى سميها دبراسك هيئة علماء هيئة علماء لأنه شوفت ونقول لك حاجة المرجعية يعملوا بها في الغرب مرات السياسية الغرب يقولوا يشاوروا الفاتيكان في المسألة هذه المسيحيين بناتب يقولوا فار الفاتيكان يمشي الفاتيكان تجيه لجنة وتعطيه على السؤال وترجع له الحقيقة من داخل الإطار المسيحي لأنه ثم حاجات يزيد الرضبانة منها لو كان واحد يمس التاج لبريطاني في بريطانيا تقوم القيامة لو كان واحد يمس الملك في اليابان تقوم القيامة لأنه مرجعيات ثابتة عندهم وموضوعة في إطار دستوري يعني شقول ثم حاجات يزيمها تدستر ما خلوه هاشم سيبة ثم لو كانت مثل جندي المجهول قبر الجندي المجهول في فرنسا والله لما تقوم القيامة وتشوف اشتعمل النقابات والناس والمفكرين والجامعات نحن يهدم قبر عادي ها 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 كقبورين وحكايات تافها وهو يضرب فيه تاريخ بلاده ولذلك ذوما مساء لابد من الاهتمام بها لأنه بالله يشوف أشقاء نعطي حديث ومبين كيفاش يمكن نتعامل معها الإعلامي قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في سوق وقتاله كفر باهي هذا متفق عليه الحديث كفر دون كفر موقع الكفر قال وقتاله كفر أسمع القرآن اشي يقول لك هذاك عشي قلتك المرجعية لابد منه القرآن يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأنبغت إحداهما فقاتلت إلى آخره حتى تفعل عمر الله لم يقل كفارا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كتجي أنت صحافي تلقى حديث فيه الكفر تقول لهم قتلوا كفر لا من قتل مؤمنين كفر 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 مخداش السياق معناه جاهل ثم جاهل بالمعنى ثم السياق متاع خاص بالحديث وثم السياق خاص بألفاظ الحديث وثم السياق يربطه بالقرآن وثم السياق القرآن يقدم علم كامل السياق الإجتهاد أنصاق الإجتهاد مش لعبة اللي يجي ولا يلعب حك راسك وتكلم في الدين أطلع لمنبر وقل خطبة ما يعرفش دلالات الألفاغ ما أستاذ أستاذ هنا لعل أيضا دور العلماء دور المختصين في المجال الشرعي هنا مسؤوليتهم خاصة في مثل هذا الظرف بالذات ينبغي أن تتضعف ينبغي أن يكون لهم حضور أكثر في ظل ما نعيشه من فراغ هناك فراغ على مستوى ديني لا نستطيع أن ننكيره سيسليمان منعش شو رأيك في المسألة فعلا يعني هو كما ذكرت سيادتك معناتنا أن نعيش في فراغ وفراغ مؤلم ومحزن نظرا لأن البلاد تنسية مرت بأزمات خطيرة فيما يتعلق بالمجال الديني وبالشأن الديني فأول مصيبة أصيبة البلاد التنسية هي غلق جمع زيتونة وعندما أولق جمع زيتونة نستطيع أن نقول قولة ابن خلدون أن سند العلمي قد انقطع وإذا انقطع سند العلمي معناه انقطعت المعلومة الصحيحة وانقطع العلم الصحيح وانقطعت المعرفة وما إلى ذلك وفعلا فإن هذه السنوات العجاف التي مرت بها البلاد التنسية بعد غلق جمع زيتونة جعلت البلاد التنسية في أمية دينية وأنا شخصيا عبرت عن هذا الوضع بفقدان المناعة الدينية يعني الشعب التونسي فقد المناعة الدينية ولذلك نجد كثيرا من الأمراض وكثيرا من الظواهر تفشت نتيجة فقدان المناعة الدينية وعدم وجود شخصيات علمية دينية كارزمية تؤثر وتقود ولها موطن ثقه يعني يثق فيها المواطن التونسي فيسألها ويستفتيها وما إلى ذلك كل هذه الأشياء أدت إلى ما نحن فيه من فوضى دينية ومن فقدان للمناعة الدينية ولكن نرجو بعد الثورة إن شاء الله وبعد أن وجدت الجامعة الزيتونية الفرصة لنمو والتوسعه والانتدابات الكثيرة يمكن أن تسترجع قوتها وإشعاعها ولكن ليس في وقت قريب بل لابد من يعني أنه أن يحتاج الأمر إلى وقت لإعادة إشعاع الزيتون ولإيجاد شخصيات علمية لها تلعب الدور الذي يوكل إليها في تنوير الشعب التونسي وفي قيادة المجتمع التونسي في المجال الديني نعم لكن في ظل الوضع الرهن الذي نعيشه على ما نحن عليه اليوم ما الذي نحتاج إليه على الأقل من أجل مواجهة هذه الظاهرة ظاهرة التكفير ثم من أجل التدرجي نحو الحدي منها في سبيل القضاء عليها إن عاجلاً أم آجلاً نعم سيد أول حاجة الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله على فهم مقاصدي ونشوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس مع الناس إذا كانت شوف صحابي قال وانا قتلته قبل أن أرى وانا حطيت عليه السيف قال لا إله لله محمد رسول الله قال له قتلته قال له نعم قال له ما رأيك إذا كان خصمك يوم القيامة لا إله الله شققت على قلبه هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي شعمل عمره كامله هو ينقض في الناس من النار الناس هابتك الفراش في النار وهو ينقض يروح مريض الداره لعلك باخع عن نفسك على آثاره من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً يروح مريض من أجل أنه ينقض البشرية من النار أحنا ندخل في البشرية للنار بالتكفير أين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يودي مسلم شو تقول لي دعوة قل وعظ وأرشاد تدعي كافر كافر أنا جاي تقول لي الدعوة 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 لمن ما زالنا من بلغه الإسلام أنا بلغني الإسلام تقول بقى وعظ وأرشاد صحة حتى مفاهيمك رجوع للكتاب والسنة ورجوع أساطين العلماء في هذه المسئلة والتتلمذ عندهم وتبسيط رسائلهم للناس ثم بناء مسلم مسلم مش مغرور مسلم يخشى الله ولا يكفر أحدا ولا ينصب نفسه إلها في مكان الله مسلم يعلم سوء الخاتمة رأوا ما تعرفاش عندش كون مرات تلقى واحد ضاع 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 وفي دخ النبي عليه رب يدخل الجنة قبلك وواحد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينه النذرع فيسبق عليه فيسبق عليه القول فيدخل إلى النار معنى الحديث والآخر يعمل بعمل أهل النار ذراع ويسبق عليه ورد يرد بالك أروا ربي سبحانه وتعالى لا تأمنوا مكر الله حتى في الأمر دي شكل يجي تكلم منطق يعني كأنه التوحيد بخمش وكأنما هو يوجب على الله أشياء هذه الأخلاق هذه زمها تعود تتبنى على الكتاب والسنة تتبنى على علم شرعي مؤصل وثقيل الميزان في العلم ثقيل سنلقي عليك قولا ثقيلة نستلمه على الأقل من القرآن قول ثقيل والرب المسلم على حب الآخر وعلى حب الغير وعلى حب الطبيعة وغيرها شفت النبي صلى الله عليه وسلم أكل مرأة اللي قال سقط هرة وكانت مو مستقريبا قيلها في الرواية أنها فعلت ما فعلت سقط هرة فأدخلها الله الجنة يا ناس يا مسلمين يا بشر يا عباد راك تعيش مع الناس الناس بشر لست إلها ما تبدأش تحكي مع الناس بالتكفير الله يخليك رو توحيدك يتمس رأي عقيدك تتمس رك أصبحت فيه غرور تسلط به على الناس هذا جانب ثم الأسرة المسجد المدرسة الروضة المجتمع الإعلان هو يزم تكون عنا بعد استراتيجي لهذه المسألة حتى نخرج منها بسنة مع الانتباه إلى خبث الأطراف الأجنبية التي تريد أن تنشر بيننا ما يسمى بالتكفير المخاب أنا نسميه التكفير المخابراتي والتكفير السياسي وأتحمل مسؤوليتي في ذلك أمام الله مخابراتي برك دخل ما بينهم يقولوا إذا كافر وإذا كافر خليهم يضاربوا خليهم يتقاتلوا خليهم يقولوا جهاد وهذا يرفع هذا يضرب في ساروخ يقول جهاد في سوريا الله أكبر والآخر ما غاد يسيئي بالساروخ يقول الله أكبر ما عرفناش أشكون منهم أنه الجهاد ولا تشويه لسمعة الجهاد وتشويه لحقيقة الجهاد وإدخال الفوضى بين المسلمين حتى يسهل ضربهم الردوا بيننا من المسألة دي ونقولوا الأطراف الأجنبية يا أطراف أجنبية اتقوا الله في بلادنا خلونا التواسى وحدنا تنحلوا مشاكلنا خلونا التواسى وحدنا رانا نتعودنا على الوسطية والاعتدال وحب الآخر وفاك نيامات متع الثورة ظهرت هذا كيفاش المجتمع الكل واصبح مع بعضه يد واحدة بعدك دخلت السياسة والطماعة للسياسة والكراسي عاون ورجعنا عاون ورجعنا الفدنة أشبه ما تكون بفدنة الأوائل سيسليمان هنا ما الذي يمكن أن يمنع الناس بشكل أو بآخر عن الانسياق في ظاهرة إطلاق حكم التكفير عفوا بهذا الشكل أو ذاك شكرا هنا لابد أولا من الرجوع إلى الحديث النبوي الذي كثيرا ما يستند إليه أصحاب التكفير وهو استفترق أمتي على 73 فرقة وأن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة وفي رواية أخرى ما أنا عليه وأصحابي فهذا الحديث في الواقع نجد أن بعض العلماء لم يقف عنده مثل أبي الحسن الأشعري فعندما كتب كتابه مقالات الإسلميين لم يتحدث عن هذا الحديث وكذلك الفخر الرازي عندما كتب كتابه اعتقادات في رق المسلمين والمشركين لم يتعرض إلى هذا الحديث أما ابن حزم فقد نقد هذا الحديث وضعفه ولم يعترف به إطلاقا في كتابه الفصل في الميلة لكل أهواء والنحل لكن بعض أتباع الإمام الأشعري مثل البغدادي والشهرستاني والإسفيراييني قد اعتمدوا هذا الحديث وصنفوا الفرق الإسلامية حسب هذا العدد وناسوا أو تناسوا أن السبعين هي ليس عدد محدد وأنما هو مجرد عدد يعني ليس معناها التحديد هو السبعين مجرد هو التقدير فقط وحصروا الفرق في هذا الحدد واعتبروا أن الفرق الناجية هي أهل السنة والجماعة ومن الأشياء الطريفة أن الإمام الغزالي قد تعرض إلى هذا الحديث وذكره بصيغة أخرى وحيث قال ستفترق أمتي كلها في الجنة إلا الزنادقة يعني جميع الفرق في الجنة إلا الزنادقة فعنها تقريباً معنى المعاكس معنى المعاكس لما الذكره وذكر أمتي أمتي ديل مخرج حد أمتي ديل على أن الأمة كاملة جمعة فهذا الحديث الذي كما رأينا اختلف في شأنه فلذلك لأننا نجد الكثير خاصة الوهبية يعتمدون عليه ويعتبرونه هو المنطلق للتكفير ولغيره ولهذا نقول لإخواننا أن هذا الحديث يعني أنه غير معتمد عند جميع العلماء وعند جميع الفرق الإسلامية وقد روية بروايات متعددة ولذلك لا يمكن أن نتقيده مصدرا أساسيا لنكفر به الآخر كما أن الاختلاف بين الفرق ليس سبب من نسبة بالتكفير فالاختلاف في تأويل الصفات أو الاختلاف على العباد أو الاختلاف عن القرآن قديم أو مخلوق كل هذه الأشياء لا تؤدي إلى التكفير وتدخل في مصدر التأميلات التي ذكر في التأويلات ولذلك لابد من الرجوع إلى المقياس الذي وضعه الغزالي وهو من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أتبه عندئن فهو كافر ومن صدقه فهو آمن إذن فإلى جانب هذا لابد من التفقى في الدين لابد من المعرفة الدقيقة لأحكام الدين ولا بد أن لا نكتفي بقول الفقيه أو قول العالم بل أن الفقيه إذا لم يكن على علم بأصول الدين وبمقاصد الدين فلا يمكن أن نعتمد على رأيه هي نقطة للتوضيح في ذلك هي نقطة للتوضيح سيسليمان هنا حتى يكون الناس على بينا الفقيه ليست له الأهلية للتكفير كما لعالم الأصول وهو كذلك ينبغي أن نوضيحها وهو كذلك الفقيه هو الذي يهتم بالفروع بالجزئيات والأصول هو الذي يهتم بأصول العقيدة بأصول الدين وهو الذي سماه أبو حنيفة بالفقه الأكبر يعني أصول الدين لذلك فمسألة التكفير هي من اختصاص علماء أصول الدين وليس من اختصاص الفقهاء ولذلك نقد الغزالي الفقهاء الذين يصدرون مثل هذه الأشياء مثل هذه الأحكام يعني نقدهم نقدا كبيرا وبهذا فلا يمكن أن نكفر متصوفا أو متكلما أو فيلسوفا أو ما إلى ذلك إلا حسب هذا المقياس إذن فخلاصة القول هو أننا لكي نخرج من هذه الظاهرة يجب العودة إلى العلماء المختصين في هذا المجال أي علماء أصول الدين ويجب أيضا الدعوة إلى الرجوة إلى فهم الدين وإلى فلسفة الدين لأن فلسفة الدين قد أهملت بحيث أننا صرنا أشبه شيء باليهود فاليهود اعتمدوا على التلموت وهو الشروح وتركوا النصوص الأصلية فلا يمكن أن نعتمد على أقوال الفقهاء وعلى الشروح وعلى أن تلك إنتاج بشري ويجب العودة إلى النص المؤسس أي النص القرآني والنص النبوي وله ناسه وله أهله وله معارفه و أهل الاختصاص فيه في هذا الإطار بالضبط ناغما مع ما ذكره الأستاذ وما ذكرته حضرتك نرجع لللقطة كل ما قلناه نحن في العقائد علماء أو أنصاف علماء كل ما قلناه في العقائد هو تأويلات لا يحق لأحد أن يعتمدها أصلا في التكفير يا والدي فرق ما بين النص وما بين تأويلاتك تأويلات الأشعري تأويلات الغزالي تأويلات محمد بن عبد الهاب تأويلات كذاب بن خلدون تأويلات فلان خليها حطها ما يمكنش بيشتخذها لا منطقيا ولا منهجيا تأخذها تولي هي دين معيار تكفر بها معيار تكفر به هذا لا يجوز أولا يقول إمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني عالم اليمن المشهور والأصول المعروف يقول ينبغي أن يتضح برهان التكفير وضوحا يقول أوضحوا من شمس النهار يتضح لك أوضح من شمس النهار حتى أنه يولي من حقك تقول هذا كافر ولا هذا مش كافر وذكر الأستاذ واصطفاض في هذا المعنى عند الأصوليين لا يحل وكيف نجو نحب أن نحوها الفكرة شوف انظر ديننا دين رحمة ولا معروف نسكوا بتقول لك وما أرسلناك إلا رحمة العالمين ونقروا في بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في صلواتنا وكذا كنجون طبقنا القروحنا شديدين ذهنية مغلقة تربط على الاستبداد وعلى القمع وعلى الخوف فأصبحت ترد الفعل وهي نفسها تشكلت على الأحدية والاستبداد شوف شقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام هذا الإعراض على مو من ثلاثة أيام فما بالك بتكفيره هناك تغليظ في مسألة تكفير نسكوا ما تخايف الإمام الشافحي والإمام أحمد والإمام مالك وأبو حنيف وأكبر العلماء الأخرين من المذهب الأخرى لا يكفرون حتى الشيعة حتى الشيعة النزهاء والعلماء ما كفروش أهل السنة أبدا إلا أقوى كدخلت للسياسة شد كانت فكرا كانت اختلافاتهم رحمة عندما نزلت إلى السياسة أصبحت هراوات وسكاكين وسلاسل وقنابل وتفجيرات ولذلك ننبه الناس نقول أنا ونحن تحمل المسؤولية العلمية الآن أمام الناس نقول إن التكفير ظاهرة سياسية ولم يكن ولن يكون ظاهرة دينية إسلامية محظى عنا ربي حط الكفار وعطاهم وعطاهم في القرآن خصوصيات وعطاهم صفات وعطاهم كذا وبكلها في مسألة العقايد في مسألة الإيمان بالغيب والعقيدة والصفات الله وغير باقي ما تمس حد حتى أنه يقولنا ما هو المسيحي أو اليهودي يقول لك نتعامل معه فيما هو اجتماعي أنت بريء منه فيما هو عقدي البراء فيما هو عقدي أما فيما هو اجتماعي نتعامل معاه ومن شعور الجادة أنه أقل وقد يسلمه نعم ولماذا لا تدخله أنت إلى الإسلام؟ دي ما نترك المجال معناها نقبول بي أو به مهما كانت اختلافاتي معه مجرد ابتسام شو شو الإسلام؟ مجرد ابتسام في وجه أخيك صدقة يكتب هالك ميزان ربي يكتب لك صدقة ما عملت حد شي حتى الكلام ما خرشوش من فمك حركة بيانت بياض سنيك وربي أعطاك صدقة هذا الدين هذا نختزله في الفرقة الإسلام دين عظيم لا يختزلوا في فرقة ولا يختزلوا في مرحلة تاريخية ولا يختزلوا في مضمون تأويلي ردبانا ما يختزلوش مفتوح قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله ماذا داء أش رايك في هذا حتى فرعون فرعون وقت بعث له ربي سيدنا موسى وسيدنا هارون ما قال لهم شروا كفر طغع اذهب إلى فرعون إنه طغع سياسة طغر وفي السياسة طغع فقول له قولا ليلة لعله يتذكر ويخش وحتى العلماء قال منا ربكم الأعلى تفيها كلام وكلمة الرب لم تكن تطلق على الله في ذلك الوقت كانت تطلق حتى على الملك لأنه سيد دايون اشخال سيدنا يوسف قال اذكرني عند ربك نعم كلمات ما يفهمهاش حتى في القرآن الناس ما تعرفش دلالات الألفاظ ما تعرفش المعنى الجامد وما تعرفش دلالة الاشتراك ما تعرفش دلالة الأحادية في المعنى يا سيدي مبحث الألفاظ لا يعرف عنه شيء ودي الرسول يتكلم لك بلغة العرب إذا كان ما تفهمش قانون اللغة العربية كيفاش مشتفهم الحديد وكيفاش مشتفهم النص وكيفاش مشتفهم بين العبد والكفر يتركوا الصلاة نعم ما كيفاش تولي تكفر بها في الناس نعم إذن نأتي بهذا التعقيب الأخير إلى نهاية هذه الحلقة التي هنا حاولنا أن نقف فيها عند مستوى ظاهرة الحكم بالتكفير وأختاره سواء على المجتمع أو على الأفراد أو على العلاقات حتى مع غير المسلمين ومع سائر الأطياف والمهم هنا ما يمكن احتفاظ به رغم ما تفضلتما بتقديمه من توضيحات وافية هو أنه لا يمكن أن نكفر من هو على القبلة معناها نعود مجددا إلى ما افتتحنا به قول وهنا فضيلة الشيخ محمد طهر بن عشور لا نكفر أحدا على القبلة ولعل ذلك ما ينبغي أن نحتفظ به من خلال هذا الحوار ذن أعزائي المشاهدين هكذا نأتي إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج قضايا في الفكر الإسلامي المعاصر فإلى اللقاء مع حلقة جديدة بإذن الله تعالى في موضوع جديد أستودعكم الله اشتركوا في القناة